اشتركوا في القناة ابن الأرد كان من عائلة كريمة كان من قبيلة شريفة بل يقال أنه من بني تمين هذه القبيلة العريقة من العرب غارت عليها بعض القبائل فأسرت منهم من أسرت وكان منهم خباب وكان شابا صغيرا يعيش في مكة مملوكا الناس تبيعه وتشتريه هذا الرجل وإن كان مملوكا إلا أنه كان حصيفا عاقلا ذكيا أول ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الإسلام مباشرة قال يا رسول الله أعطني يدك أبايعك بايع النبي فعلم به كفار قريش وعلم به أسياده أنه صبأ كما يقولون يعني دخل في الإسلام أنه بدل وغير دينه فإذا بهم يضربونه ويجوعونه ويؤذونه فما تراجع قيد أمه ربما انطفأت تسقط على يد أحدنا ماذا تصنع فيه هذا الجمر أحمر قالوا له سوف نحرقك به قال اصنعوا ما تصنعون شوف أصحاب النبي وقوة إيمانهم شوف السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال اصنعوا ما تصنعون فنزعوا ثيابه وجاءوا ووضعوا ظهره على الجمر أنزلوه على الجمر وهو لا يلفظ إلا الشهادتين وهو لا يقول إلا آمنت بالله وكفرت بآلهتكم فأنزل على الجمر وإذا بلحمه يشوى تخيل شلون اللحم يشوى تخيل بالله عليك كيف يشوى الإنسان ظهره وهو حي يشوى والدخان والرائحة وشحم ظهره ذاب حتى أطفأ شحمه ذلك الجمر أحسب الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يتركوا أن يقولوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله جل وعلا يقول أيحسب الناس إذا دخلوا في الإيمان ما في فتنة لازم الفتنة لازم الاختبار لازم البلاء ينزل يبتل المرء على قدر دينه كان إيمانهم عظيم على شام شدي كان إيمانهم وكان ابتلاؤهم كبير ضرب تجويع جلد حرق دروع الحديد يجر في الرمضاء كل شيء صنعوه مع من؟ مع خباب ابن الأرد تعرفون شم كان عمره في ذلك الوقت؟ كان عمره ثمانية عشرة سنة يا الله هذا الصبر على الدين حين اليوم الواحد يمكن يصلي في شهر رمضان بعد رمضان بطل شنو هذا الدين؟ يقرأ قرآن فترة أول ما تعرض له فتنة هجال القرآن والصلاة والدين وترك كل شيء وراء ظاهرة شنو هذا الإيمان الحش؟ إيمان خباب إيمان الرجل المؤمن يوم من الأيام جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجالس عند الكعبة متوسدا بردة خباب يشوف الصحابة بلال يعذب صهيب يعذب عمار وآل عمار وكل الصحابة يتعذبون فجاء للرسول فقال يا رسول الله يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ يدري خباب إذا دعا النبي انتهك شيء قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا يعني ما نبي شيء ادعو حتى ينتهي كل شيء هذا طبعا لأن تعذب عذاب ترى مبسيط وأنا أظن كما قرأت أن يمكن خباب هو أكثر من تعذب في تلك الحقبة خباب يقول للرسول وهو صغير شاب ادعو لنا يا رسول الله تدعو لنا يا رسول الله تدرونيش رد علينا بصلاة سلم؟ غضب عليه غضب لأنه واثق من خباب من إيمان خباب ومن إيمان الصحابة غضب عليه يعني لو واحد ثاني قالها يمكن لكن أنت خباب صعب أنك تقولها غضب النبي وقام قال يا خباب إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرح ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه تخيله حي ترى مو منشار مثل مناشيرنا اليوم نعم لا منشار خشن وتخيل شنو منشار الأولين فينشار رأسه وهو حي ويؤتى بأمشاط الحديد مشط من حديد ما بين لحمه وعظمه يطلعون العظم وهو حي يمشطونح يقطعون تقطيع لا يرده ذلك عن دينه شيئا لكنكم قوم تستعجلون يعني صبروا لحي ما صار شيء لكنكم قوم تستعجلون ليش هذا التعذيب كله تدرون ليش وما نقموا منهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ليش قال هذا الكلام حق خباب مو علشاني خوفه لا بل علشاني صبره ترى اللي صار فيكم ترى ولا شيء اللي قابلكم بالمناشير يقطعونهم اللي قابلكم بالحديد يورون العظم وهو حي يفصلون اللحم عن العظم ترى هذا اللي صار فيهم ترى أنتم ما صار فيكم شيء لكن تستعجلون تستعجلون النصر وصدق النبي أي تربية إيمانية هذه يرب النبي هذه الثلة المؤمنة الأولى تدرون ليش لأن أهي اللي راح تقود بعدين لأن أهي اللي راح تتولى المؤمنين بعدين هم قادة الجيوش هم أمراء المؤمنين هم فاتحي الدنيا وأمصارها راح نفتح فارس وهم أذلة وضعفاء ويذكرهم ترى فارس راح نفتحها أعظم دولة والروم راح نفتحها أعظم دولتين واليمن راح نفتحها شنو يقول لهم وهم ضعفاء لا يستطيع أحدهم أن يجهر بإيمانه لكن ربيهم لكنكم قوم تستعجلون الأمر يريد صبرا الأمر يريد هدوءا حتى يوم من الأيام جلس معهم عليه الصلاة والسلام يذكرهم بقصة الغلام تعرفون قصة الغلام الغلام اللي الملك علم على السحر ثم ذهب للراهب وتعلم الدين ثم افتضح أمره وراد الملك أن يقتله أرسله للجبل فنجاه الله ورجع أرسله للبحر فنجاه الله ورجع قال ما تقدر تقتلني الرسول يقول حق الصحابة هذه القصة ليش علشان يصبرهم علشان يثبتهم الغلام قال حق الملك تبي تقتلني قال أبي أقتلك قال أنا علمك خذ سهم من كرانتي واجمع الناس أقول بسم الله أصلبني أقول بسم الله رب الغلام واقتلني وفعلها الملك الغبي فلما قتل الغلام آمن الناس جميعا الله أكبر لكنكم قوم تستعجلون يعني يمكن نحن نموت ويمكن نتموتون لكن بعد موتنا ينتشر هذا الدين لكنكم قوم تستعجلون وينزل الله آيات الصبر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون أحيانا كانوا يجرون خباب من شعرة شفتوا شعرة؟ يمسكون من شعرة ويجرون في رمضاء مكة بين الشعاب يا الله ترى شيء صعب يا جماعة شيء صعب ولهذا خير الناس قرني أفضل الناس السباقين هؤلاء أفضل حتى ممن جاء بعدهم السابقون الأولون من المهاجرين الله قدم المهاجرين والأنصار وكلهم على خير لكن السباقين لهم خير أكبر عاش إلى زمن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عاش إلى زمنه وتوفي في زمن الإمام علي من صلى عليه؟ صلى عليه الإمام علي وجلس عند قبره بعد أن دفن فدمعت عين الإمام علي وقال رحم الله خبابا رحم الله خبابا قد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا فرحم الله خبابا نعم رحم الله هذا الشاب البطل المجاهد الصابر كلما أصبت بمصيبة تذكر خباب ترحن ما حاشنا شيء ترحن ما أصابنا شيء واصبر وما صبرك إلا بالله من شخصيتنا القادمة؟ رجل مرتبط اسمه بالقرآن لكن انتبه هو أول من جهر بالقرآن لا أقصد عبد الله بن عباس لا شخصية أخرى أول من جهر بالقرآن كان يقال أن ساقاه أن ساقيه دقيقتان ضعيفتان حتى قال النبي عن ساقيه هما أثقل في الميزان من جبل أحد من هذا الرجل؟ الذي قال النبي للصحابة خذ القرآن عدد بعض الصحابة أولهم من؟ هذه الشخصية المعروفة بقراءتها لكتاب الله جل وعلا من بطل هذه القصة؟ من صاحب هذه الشخصية؟ نحن على موعد معكم في الحلقة القادمة استبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته